قام بشير مادي عضو المجلس الوطني للإنقاذ أحد أدرع حزب الحركة الوطن للإنقاذ قام بجولة توعية بإقليم مايوكي بي شرق محمد أب بكر عربي مراسلنا من بونغور لقد استهل السيد بشير مادي جولته التوعية بمدينة بونغور عاصمة إقليم مايوكي بي شرق وذلك في اجتماع موسع بمركز القراءات والنشاطات الثقافية حضره أعضاء المجالس الفرعية للحركة الوطنية للإنقاذ بمختلف مناطق الإقليم وأعضاء المجلس الوطني للإنقاذ والمكتب السياسي الوطني للإقليم وعدد كبير من مناضل ومناضلات الحركة وقد أوضح السيد بشير مادي عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ إن هذه الجولة تهديف إلى تجديد العلاقة والثقة بين مناضل ومناضلة الحركة وتصحيح الأخطاء السابقة مضيفا أن الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إدنو يولي الثقة دائما لأبناء إقليم مايوكي بي شرق أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فقال إن الهدف منه هو ضبط الميزانيات العامة للدولة وضمان حسن سير الإدارة العامة وضف قائلا كما تطرق السيد باشير مادة إلى قضية التعايش السلمي بين المواطنين وقال إن السلام هو الشرط الأساسي للتنمية المستدامة للبلاد وأن البلاد قتعانت الكثير من ويلات النزاعات بين المواطنين وبفضل سياسة الرئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو تحققت الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن ومن أجل الحفاظ على هذا التعايش السلمي لابد من زرع ثقافة السلام والاحترام المتبادل بين المواطنين في المدن والأرياف حتى تتحقق الهداف التي تساء إليها الحكومة بعد مدينة بونغور توجه سيد باشير مادة عضو المكتب السياسي الوطني إلى مقاطعة كيم وكويوم التابعة لمحافظة ما يبني للقيام بنفس المهم